مساء الخير علي وتغريد حياكم الله مشاهدين ومستمعين في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم هذا ما ذكره الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق استراتيجيته للأعوام القادمة والذي يرتكز على النمو الاقتصادي وكذلك رفع جودة الحياة وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة والحديث أكثر ورحب بضيفي الاقتصادي والمحلل المالي الأستاذ محمد سويد رحبك محرك الرئيس لرؤية سعودية 2030 استثمارات اقتصادية صحبها إنجازات في هذا المحور نتحدث عن أشهر الصناديق السيادية على مستوى العالم خلينا أسألك في البداية ما الذي يميز اليوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعني اللي انطلق من فترة وجيزة نعم وبدأ بتحقيق مثل هذه النجاحات اليوم يعني نشوف استراتيجية تطلق ومحاور يستهدفها الصندوق في الأعوام القادمة نعم والله يمكن حسب تصوري أبرز شيء يعني ميز صندوق الاستثمارات العامة عن بقية الصناديق السيادية العالمية إنه مهتم بشكل كبير بالتنمية أو بالمشاريع التنموية يعني بخلاف الصناديق الأخرى اللي لا تركز فقط على الاستثمار هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا الهيكل التنظيمي حقه معظم صناديق السيادية منفصلة ما بين الاستثمارات الداخلية والخارجية لأمور خاصة بالحوكمة صندوق الاستثمارات العامة لطبعا جامع كل الاستثمارات الداخلية والخارجية وأيضا المشائل الموضع التنموية في نفس الوقت وأيضا أنه يركز على أيضا بناء مدن جديدة نعم يبكي بالمحاور المهمة في استراتيجية الصندوق هي الإنفاق المحلي وكذلك تمكين القطاع الخاص دائم حتى عدد من الوظائف الاستثمار في الداخل نتكلم في داخل المملكة العربية السعودية كيف شفت هذا المحور وكيف ممكن تكون العوام المساعدة لتحقيقه لما تكلمنا عن يعني أعوام قليلة نعم سؤالك جدا مهم والمحور هذا جدا جدا مهم لأن المتعودين حنا طوال السنوات الماضية أن الصرف السنوي الحكومي الرأسمالي يجي من الميزانية العامة الآن انتقل صرف هذا الرأسمالي الجديد من الميزانية العامة إلى صندوق الاستثمارات العامة الالتزام لمدة خمس سنوات في الفترة القادمة طبعا المختلف في الموضوع أن طريقة الصرف شوي مختلفة لأنها تكون على شكل الاستثمارات وليس على شكل ضخف فقط في الاقتصاد على شكل مشاريع بس فقط وهذا شفناه طبعا في طريقة تعامل الصندوق مع القطاعات الجديدة التي يخلقها المدن الجديدة التي يبنيها الآن فالتوجه يعني خنقول الصرف حتى الفترة الجاية يعني ما رح يكون في القطاعات المعتادة في الميزانية في بنود الميزانية اللي حنا نتكلم عنها يعني شوي مختلف الصرف يعني خلال الفترة القادمة عن طريق الصندوق هذا شي جيد بالنسبة لل خصوصا أنه في مية وخمسين مليار تحدث عنا ولي العهد المحمد المسلمان صحيح في الداخل المحلي صحيح وراقم طبعا كبير والخاصة بيكون يعني في مجالات جديدة اللي مؤمل مننا طبعا مستقبلا يعني اللي هو موضوع كيف بيكون معدل نمو الناتج المحلي مع الصرف عن طريق الصندوق هذه بتكون تهجربة جديدة بحسب تصوري مش واضح بالضبط كيف بيكون مثلا حجم نمو الاقتصادة ويسمونه الملتبلاير كيف بيكون لاحقا على بقية الاقتصاد بإذن الله كيف بيكون طبعا تمكين قطع الخاص هذا سؤال جزء الثاني من السؤال العادة أن تمكين القطع الخاص يجي من التشريعات ويجي من التنظيمات لأن القطع الخاص بحد ذاته يعني ما يقدر يشتغل على المشاريع التنموية بدون ما يكون عن طريق عقود حكومية فالتشريعات لها دور مهم غير موضوع الصندوق لكن الصندوق دوره هنا بيكون توفير البنية التحتية للقطاعات أنا لا أتكلم ببنية تحتية بس مجرد انفراستركشور فقط أنا أتكلم مثلا اللاعبين الكبار أو الأساسيين في كل قطع يسمونهم سلسلة القيمة نعم واليوم نشوفنا مبادرة تطوير المدن نعم من ضمنها الرياض من ضمنها مكة المكرمة من ضمنها مناطق محددة في السعودية أنه هي أيضا تستهدف بنيتها التحتية ويكون هناك أرقام لكن حتى على الصعيد الآخر هناك اغتنام للفرص الواعدة في مجال الاستثمار إذا ما تكلمنا عن رؤية الصندوق خارجية نعم بعد هذه كيف تشوفها؟ يعني هي موازنة اليوم نشوفها محليا ودودية صحيح صحيح يعني الاستثمارات الخارجية أنا شوفها خطوة جدا كويسة حنا نشوف الاستثمارات اللي كانت مع البنك سيتسمس راحتا الياباني وكذا شركة أيضا نعم والشركة أوبر والاستثمارات كانت خطوات جدا حلوة صحيح أن الاستثمارات على المدى الطويل الآثار حقها ما تطلع يعني خلال سنة أو سنتين نعم لكن إلى الآن يعني نتائجها نوعا ما أعتقد أنها مقبولة وأيضا أريد أن أشير الحاجة يعني أنا صراحة يعني أثني على الصندوق في الخطوة اللي سواها مع شركة تسلا فترة الماضية كان فيه تعاون كان ممكن يصير مع ألون ماسك في الفترة الماضية وعسس أن يأخذون الشركة يصونها برايفت والصندوق ما طبعا توافق معه وما أتخذ قرار أن يمشي معه هذا كانت أنا أعتقد أنه قرار جدا في محله لأنه اللي قاعدين نشوفه اليوم من الأحداث اللي قاعدة تصير في السوق الأمريكي والإيقافات اللي قاعدة تصير والتلاعب من الريتيل يعني صراحة أنا أشوف أنه ممكن يكون لها علاقة في أمور خاصة بشركة تسلا فأنا أحيي صندوق أنه يعني ما خاطر في الجانب هذا تحديدا خلينا نقول الموازنة اليوم ما بين المحلي والمعالمي الموازنة أشوفها جدا كويسة يعني التوجه الأخير بالصرف المئة وخمسين مليار هذه سنويا في السعودية أعتقد أنها في محلها خاصة نتكلم عن رأس مالي الاستثمارات يعني جزء كبير منها محلي في السعودية نعم وأيضا راح يكون محلي الفترة الجاية مو بس فقط عن طريق المئة وخمسين مليار كثير من المشاريع اللي راح تزيد من حجم رأس مال الصندوق أو من قيمة الصندوق الفترة الجاية تبي تكون من الاستثمارات العقارية والشركات اللي راح تطرح في السوق الأسهم اللي مستثمر في هذا الصندوق فاندماجه محليا أعتقد أنه جدا كويس زي ما هو له خارجيا يعني وزن خارجيا هل ترى بأنه الصندوق اليوم يسير بخطة ثابتة نحو الهدف الأهم في وجوده وهو تلويع مصادر الدخل في السعودية إذا ما تكلمنا عنه اليوم أنه كثير من الجوانب المتعلقة برؤية السعودية 2030 الجوانب التنموية مثل ما تحدثت فيها نعم أنه من أهداف الصندوق المهمة لكن هذا الخط وهذا الطريق الطويل ويمكن أن يكون أحيانا صعب إذا ما تكلمنا عن أزمة كورونا ومع ذلك تجد إنفاق محلي وتجد اليوم رؤية استراتيجية بها إنفاق محلي كبير وكذلك رؤية خارجية صحيح أنا أعتقد يمكن أبرز دور للصندوق بالمشاريع التنموية والأشياء هذه ما لها علاقة بتنويع مصادر الداخل هي بتخفيف الآثار السلبية التي قاعدة تصير مع عملية التحول التي نحن متوجهين لتنويع مصادر الداخل يعني أكون صادق معك الاستثمارات عوائد الاستثمار صعب جدا أن تكون مصدر داخل الدولة معتمد عليها الفترة الجاية والمصدر الوحيد الذي يمكن أن تنوع فيه السعودية الداخل حقه الذي هو عن طريق الضرائب زي ما هي ما بدأت فيه عن طريق الضرائب تقيم المضافة أو شيء الثاني هذي كله فالتنويع مصادر الداخل بيكون هناك لكن دور الصندوق حسب تصوري هو زي اللي أسميه الدور صندوق تعافي أو ريكوفري حنا نسميه حسنا بعد الجائحة مو بس يس بالضغط بعد الجائحة وأيضا استكمال عملية التحول حنا لاحق الضغط اللي هي جزء من عملية التحول حنا في منتصف عملية التحول وصالت مشكلة الجائحة هذي فالدورة يعني جدا 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 موهم الصندوق بالمئة وخمسين مليار هذي في إنها تساعد في تجاوز مرحلة التحول هذي بشكل جيد الأستاذ محمد سويد المحل المالي والاقتصادي شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة إلى أفرو وأنا نلتقيك إن شاء الله بخير شكرا لكم مشاهدينا وعودة من جديد إلى تغريد وعلي شكرا لكم